في سياقنا متصل يواصل معبر رفح البرية استقبال الشاحنات الإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين واستقبل معبر رفح 44 مصابا ومرافقا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من مستشفيات المحافظات وقال مصدر طبي مسؤول أن المعبر استقبل 24 جريحا فلسطينيا و20 مرافقا حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج إلى مستشفيات العريش العام والشيخ الزويد والإسماعيلية وبور سعيد والسويس والقهرة والمستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش البحري لتلقي العلاج اللازم